هل التحاميل العلاجية تبطل الصيام لا؟ هل تغميض العينين يبطل الصلاة لا؟ هل دم الاستحاضة يبطل الصلاة لا؟ هل كشف قدم المرأة يبطل الصلاة لا؟ هل الحجامة تبطل الصلاة لا؟ هل مرور الطفل يبطل الصلاة لا؟ هل قطرة العين تبطل الصلاة لا؟ هل ترك الافتراش أو التورك يبطل الصلاة لا؟ هل تقبيل الزوجة يبطل الصلاة لا؟ هل تنكيز في السور يبطل الصلاة لا؟ هل البخور والعطر يبطل الصلاة لا؟ هل السرحان والوسوسة تبطل الصلاة لا؟ هل من غلبه القيء يبطل الصيام لا هل ازدال اليدين في الصلاة يبطل الصلاة لا هل البلغم يبطل الصيام لا هل نسيان التشهد الاوسط يبطل الصلاة لا هل شطاف الحمام الافرنجي يبطل الصيام لا هذا والله اعلم يا جماعة الصيام في ايام في اناهي وفي ايام مستحب وفي ايام واجب الواجب صيام رمضان هو فرض وصيام النذري اللي انت نذرته فرضته على حالك فرض وصيام الكفارات اذا عليك كفار الظهار أو قتل خطأ أو يمين فرض أنه أنت تصوم وصيام القضاء إذا عليه قضاء من رمضان واجب أنه أنت تقضيه قال النبي في البخاري دين الله أحق أن يقضى والأيام التي تكون مستحبا يوم عاشوراء مستحب ويوم عرفة لغير الحاج مستحب لأن النبي في صحيح مسلم قال عن صيام يوم عرفة أنه يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هيك النبي أوصى أبو ذر وأبو هريرة وأبو الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس وصيام ست أيام من شوال النبي في صحيح مسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وفي الأشهر الحرم صوم ورد حديث فيه مقال يسير قال النبي صم من الأشهر الحرم وأفطر وصوم شعبان إذا تقدر النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا منه وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وعشر ذي الحجة في البخاري قال النبي ما العمل في أيام أفضل منها في هذه والأيام الفيها نهي عيد الفطر ممنوع تصوم وعيد الأطحى ويوم الجمعة منفردا بدون أي سبب بدون مناسبة ويوم الشك يعني اليوم الذي يشك أنه من شعبان إلا من رمضان لأن النبي في البخاري قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم وأيام التشريق لا تصوم إلا إذا كنت حاج ولم تجد دم التمتع هذا والله أعلم هل أصوم ستة من شوال متتابعة ولا يجوز تكون متفرقة الأمر واسع حبيت تصوم يوم وتفطر يوم حبيت تصوم يومين وتفطر عشرة المهم بشهر شوال تصوم ستة أيام طبعا الصيام ليس فرضا مفرض إذا صمت تثاب وإذا لم تصم لا تؤثم هل يجوز أن أجمع قضاء رمضان مع ستة من شوال لا يجوز لا بد من تحديد النية إما قضاء فرض أو صيام نفل هل أصوم ستة من شوال قبل ولا أقضي قضاء رمضان الأمر واسع إذا قدرت تقضي ما عليك جائز وإذا حبيت بعدها تصوم ستة من شوال كلا الأمرين جائز وحبيت تصوم ستة من شوال وبعدين تقضي جائز لكون أنه قضاء رمضان أمد قضاء رمضان واسع فعدتهم من أيام أخر لم يحددوا الله هذه الأيام ما هو الأجر إذا صمت ستة من شوال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كانك صيام الدهر كأنك صمت الدهر كاملة أفطرت بسبب مرض أو سفر أو حيض ما هي كفاراته هون تقضي الأيام التي أفطرتها برمضان بس بدون كفارة لم أصم رمضان بسبب مرض مزمن متى أخرج الكفارة كان بإمكانك تخرجها برمضان الآن بإمكانك تخرجها بالعيد بإمكانك تخرجها بعد العيد كل الأمرين جائز أطعام مسكين واحد الأب أو الأم أو الأخ مات وعليه قضاء رمضان ماذا أفعل قال النبي من مات وعليه صوم صام عنه وليه كم هو عدد أيام العيد عدد أيام عيد الفطر هو يوم واحد والدليل نقدر نصوم ثاني يوم ولا يجوز صيام اليوم الأول أما عيد الأطحى فيوم الأطحى وثلاثة أيام التشريخ هل الخروج الدم ينقض الوضوء إذا لم يكن من السبيلين لا ينقض الوضوء إذا كان من إيدك أو من وجهك أو من كذا لا ينقض الوضوء هذا الذي أختاره من أقوال العلماء والله أعلم هل الوسوس في الصلاة تبطل هذه الصلاة لا تبطلها الصلاة صحيحة ولكن ليس للإنسان من صلاته إلا ما عاقل منها يعني في منهم ما تقبل صلاة أو الصلاة تبع يثاب عليها النصف ومنهم من لا تقبل إلا الربع ومنهم ما تقبل إلا الثلث فحاول تركز في صلاتك حتى تكتب لك الأجر كاملة هذا والله أعلم سلام عليكم يا جماعة الأشياء اللي تفطر الصام من أكل وشرب ظنا منه أنها غربت الشمس والشمس ما غربت هذا قول الجمهور أنه يفطر وعليه القضاء بخلاف أبي العباس بن تيمية نزول الحيض يفطر الصائم والسيروم لأنه مغذي الولادة والنفاس والقيء متعمدا على خلاف يسير فيه والأشياء التي لا تفطر النوم والإرضاع والأكل والشرب ناسيا والاحتلام وهو نائم لا يفطر والاستحاض لا تفطر الأبر الغير مغذية لا تفطر المضمضة ومعجون الأسنان والسواك لا تفطر بس بشرط ما يدخل شيء للجوف تذوق الطعام وقطرة العين أيضا لا تفطر ودخان المشاوي والطبخ لا يفطر الحجام هذا قول الجمهور أن الحجام لا تفطر بخلاف أحمد بن حنبل الذي قال أنها تفطر والاستحمام والسباحة لا تفطر من غلبه القيء لا يفطر والغيب أو النظر لأشياء محرمة لا يفطر لكن ينقص الأجر هذا والله أعلم سلام عليكم رجل يصلي ويقطع في صلاته هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح تقطيع الصلاة في ميزان سيئاته والصوم في ميزان حسناته هل يجوز للمرأة أن تاخد دواء لمنع الحيط حتى تتمكن من صيام الشهر كاملا؟ نعم بجوز لكن بشرط أنه يقطع الدم بالكلية أما يولد وسوسة أما يكون في ضرر عليها هل الغيبة والنظر للحرام في شهر رمضان يبطل الصيام؟ لا لا يبطل الصيام ولكن ينقص الأجر هل السيجارة الإلكترونية تفطر الصائم؟ نعم بتفطره امرأة رأت الطهر من الحيط قبل الفجر وعقدت النية للصيام ولم تختسل هل صيامها صحيح؟ نعم صيامها صحيح الحاقا بالجنب فقد قالت عائشة كان رسول الله يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه فالغسل يا جماعة ليس شرطا في صحة الصيام رجل يعمل في عمل شاق هل يجوز له أن يفطر؟ أنصحك اشتغل بالليل أو نص نهار ولا تترك صيامك لا قيلك حل كل شهر بهالسنة يا أخي هل يجوز للحامل أو المرضى عن تفطر؟ نعم إذا خافت على نفسها أو على جنينها نعم يجوز رجل صائم وكان نائما في النهار فاحتلم هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح رجل لم يتسحر هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح إذا سبقت النية لأنه في قولين للعلماء بالنسبة للنية القول الأول أن النية بكل ليلة ومن العلماء القول الثاني يقول النية في أول شهر رمضان تكفي رجل يعمل ليلا وينام نهارا هل صيامه وصومه صحيح؟ نعم صيامه صحيح بس لا تضيع صلاة الظهر والعصر لديه مرض مزمن لا يستطيع الصيام ماذا يتوجب عليه؟ من العلماء من يقول ما عليه شيء إذ لا دليل للطعام لأن الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من العلماء من يقول أنها منسوخة ومنهم من يقول إطعام عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره وهذا قول ابن عباس لأن ابن عباس يقول أن الآية ليست منسوخة وكان أنس بن مالك لما كبر بالسن كان يطعم عن كل يوم أفطره مسكينة هل السواك يفطر الصائم؟ لا لا يفطره لأن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا عم في المفطر والصائم رجل كان جنب وأذن الفجر ولم يختسل هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح هل يجوز للمرأة أن تتذوق الطبخة وهي صائمة؟ برأس سلسانة نعم يجوز هل تجوز صلاة التراويح في البيت؟ نعم يجوز والنبي في صحيح البخاري قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة من كان صائما وشرب الماء وهو ناسي هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح لقول النبي في البخاري من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه هذا والله أعلم سلام عليكم هل دم الاستحاض يفطر؟ لا لكن دم الحيض والنفاس نعم بفطر هل تقبيل الزوج يفطر؟ لا إذا ما أفضل الجماع ما بفطر هل البخور والعطر يفطر؟ لا لأن الطيبة والبخور كان في زمن النبي ولم يرد أي نص أنه يفطر هل بخاخ الرب يفطر؟ بعد سؤال الأطباء قالوا في أنواع رذاذ يدخل إلى الحلق فإن كان ذلك كذلك فالبعد عنه أولى لبعض الإفطار هل العادة السرية تفطر؟ نعم بالإجماع وتبطل وهذا رأي الجمهور لأن النبي فيما يرويه عن ربه قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله وهذا لم يدع شهوته هل شطاف الحمام الإفرنجي يفطر؟ أرى أنه لا يفطر هل التحاميل والإبر تفطر؟ إذا ما كانت مغذية فلا تفطر هل معجون الأسنان يفطر؟ إذا ما دخل الجوف ما يفطر هل الدخان للصائم يفطر؟ أكيد نعم يفطر هل قطرات العين يفطر؟ لا شرب الماء والمؤذن يؤذن لفجر إذا كان المؤذن يؤذن بالتوقيت الصحيح وسمع المؤذن هو عم يؤذن فإذا كان عمدا نعم هل الحجام يتفطر في قولين العنباء؟ قول الحنابلة يقولون أنها تفطر قول النبي أفطر الحاجم والمحجوم وورد أن النبي احتجم وهو محرم وفي رواية أنه صائم وسئل أنس هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا إلا من أجل الضعف والحديث الذي استدل به الحنابل أفطر الحاجم والمحجوم أوله الجمهور أنه كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم قد يدخل في جوفه وكاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف ومنهم من قال أن الحديث منسخ هل القيء يفطر؟ إذا كان عمدا فنعم عند الجمهور إذا لا فلا هل البلغم يفطر؟ لا الأولى أنه تكبه بره أفضل هل الشتيمة تفطر؟ لا ولكن تنقص الأجر هل أحمر الشفاء للمرأة تفطر؟ والله الأولى أنه لا تحط وإذا حطت يعني إذا حست بالطعم يتبسكه لبرة هل خروج دم من اللثة تفطر؟ لا هذا والله أعلم سلام عليكم يا جماعة هاي نصايح رمضان أولا اترك الدخان علم أولادك أحكام الصيام لا تنسى الفقير والجوعان ولا تترك الذكر والقيام وبالطبخات لا تبخل على الجيران ولا تقتع صيلة الأرحام ولا تتبع خطوات الشيطان اترك الغيبة ولا تكون فتان أو نمام ولا تضعف قدام الشهواتك وتكون جبان لا تضيع وقتك يا أخي على المسلسلات والأفلام ولا تمشي مع صديق صايع وفلتان واتركك من كثرة الكلام وبعد عن الشتم واللعان ولا تكون مع أصحابك غدار وخوان ولا تفطر عمدا برمضان لأنه أشي حرام فنصيحة أيمن لمحمد لا تعصي الرحمن لأنه أجاك شهر الصيام والقيام يا جماعة في كتير ناس ربطوا رمضان بالعادات مثل أطباق رمضان مسلسلات رمضان جوائز وهدايا رمضان سهرات رمضان تخفيضات رمضان مسابقات رمضان يا ناس ما بدنا الجيل القادم يربط رمضان بالعادة وينسى العبادة رمضان ما نموسم شعبي ولا تراثي ولا ترفيهي رمضان هو صيام وقيام ودعاء وذكر وقراءة قرآن رمضان من شعائر الله قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فيا جماعة تعظيم الشهر بالعبادة مو بالعادة يا جماعي اللي أفطر في نهار رمضان متعمدا بأكل أو شرب أو عادي فيكون مرتكب لكبيرة عليه قضاء هذا اليوم وأن يعمل أعمال صالحة كبيرة لمعه آثار هذا الذنب كالاستغفار والصدقة وغيرها إذا كان بجماعي كمان هو يكون مرتكب لكبيرة فعليه صيام شهرين متتابعين إذا ما قدر يطعم ستين مسكينة وكفارة الزوجة مثل كفارة الزوج إذا كانت مطاوعة أما إذا كانت مجبرة مكرهة ما استطعت أنه تدفع زوجة نهائيا فعليها قضاء هذا اليوم هذا والله أعلم يا مريض السكر برمضان جسمك فيه سكر وفيه أنسولين وفيه أكسجين فالأكسجين يحرق السكر عن طريق الأنسولين فيتولى الطاقة بجسمك أما إذا جسمك كان يفرز أنسولين بشكل قليل ما يلحق أنه يحرق السكر فيرتفع نسبة السكر بجسمك فيصير معك مرض السكر وإذا استمر ارتفاع السكر بجسمك يمكن يضرب الكلية أو العين أو الرجلين فانتبه فإذا الأطباء الثقال أمناء قالوا لك أنه فيها خطر على صحتك لا تصوم فلا تصوم يا أخي لا تضر حالك ولا تؤذي حالك لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم وعند الجمهور ما عليك شيء لأنه هذا مرض مزمن يعني ما تقدر لا هلو لا بعد عشر سنين نهائيا فيقولون أنه ما عليك شيء في قول ثاني لابن عباز أنه تطمعا كل يوم أفطرته مسكينة وإذا الأطباء قالوا أنه شيء بسيط ما رحي أثر لا على صحتك ولا على جسمك فصوم يا أخي لا تترك الصيام بالنهاية طهور إن شاء الله على كل مريض سكر وأسأل الله أنه يشفيه وأضم إليه كل مسلمة ومسلم مبتلى اللهم آمين ادعولوا هذا والله أعلم هل يجوز الدعاء بدون وضوء؟ نعم يجوز هل يجوز الدعاء وأنا لا أستقبل القبل؟ نعم يجوز هل يجوز الدعاء وأنا مضجع؟ نعم يجوز هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟ نعم يجوز هل يجوز التراجع في الدعاء؟ نعم يجوز هل يجوز الدعاء للوالدين في السجود؟ نعم يجوز هل يجوز في الدعاء قول يا رب؟ نعم يجوز هل يجوز الدعاء بولد ذكر للحامل؟ نعم يجوز هل يجوز الدعاء لرجل غريب ميت؟ نعم يجوز هل يجوز بالدعاء التوسل إلى الله بالعمل الصالح؟ نعم يجوز هل يجوز الدعاء لغير المسلمين بالهداية؟ نعم يجوز هل يجوز رفع اليدين في الدعاء؟ نعم يجوز هل يجوز طلب الدعاء من شخص صالح نعم يجوز هل يجوز الدعاء في شؤون الدنيا بالصلاة نعم يجوز هل يجوز الدعاء لولي الأمر بالتوفيق والهداية في خطبة الجمعة نعم يجوز هل يجوز الدعاء في الصلاة قبل السلام نعم يجوز هل يجوز الدعاء بالرزق بملذات الدنيا الحلال نعم يجوز هذا والله أعلم يا جمع الأذكاري اللي تقول بعض الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعمد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون طبعا هذا ثابت في صحيح مسلم واللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لأن النبي قال معاذ وكمان اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وكمان في صحيح مسلم قال النبي معاقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة وآية الكرسي لأن النبي قال من قرى آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت وهذا حديث حسن والمعوذتين وأستغفر الله ثلاث مرات لأن النبي إذا انصرف من صلاته كان يستغفر الله ثلاث وما في أي نص قوي يدل على تقديم ذكر على ذكر بعض الصلاة فكيف ما بدأت بجوز هذا والله أعلم يا جماعة الأصناف اللي ما رح يدخل الجنة أولا النمام لأن النبي في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنة نمام وغير المسلم لأن النبي في صحيح مسلم والبخاري قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وقاطع الرحم لأن النبي في صحيح مسلم والبخاري قال لا يدخل الجنة قاطع والمتبرج لأن النبي في صحيح مسلم قال كاسيات عاريات مائلات مميلات إلى أن قال لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها والمتكبر لأن النبي في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ومغير النسب لأن النبي في صحيح البخاري قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ومؤذي الجار لأن النبي في صحيح مسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه والعاصي للنبي لأن النبي في صحيح البخاري قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى هذا والله أعلم يا جماعة بالنسبة للأشياء يلي ما بتجوز في تجارة الدهب أولا ما بيجوز أنك تبيع الدهب بالدين ولا حتى تشتريه بالدين لأن النبي قال يدا بيد وما بيجوز بيء أو شراء الدهب بالتقسيط مثلا تاخد قطعة تدفع جزء وكل شهر تدفع جزء ما بيجوز وما بيجوز تبدل دهب بدهب وتدفع للزيادة مثلا عندك خمسين غرام خواتم بدلتم بخمسين غرام أساور وتدفع زيادة ما بيجوز بيع الخواتم يلي معك وبعدين يشتري يلي بدك يا لأن النبي قال عن الذهب الذهب بالذهب مثلا بمثل وما بيجوز البياء يبيع الدهب يلي عليه حجر أو خرز وبس يشتريه يخلع الخرز المفروض يبيع الدهب ويحسب الخرز لحال لقول النبي أفصل هذا عن هذا هذا والله أعلم يا جماعة هاي عشر حكم من أيمن لمحمد إذا النبي نهى عن سب الديك بس لأنه عم يوقف لصلاة الفجر فكيف يلي عم يسب العلماء يلي عم يفوقوا القلوب الغفلاني لا تتركوا الدعاء لأنه الله يعطي بدون انتهاء ثلاثة أحلى عطر مو يلي تحطوا على تيابك أحلى عطر يلي تحطوا على الكلمة يلي عم تطلع من لسانك أربعة أمرين لا تنساهم أولا ذكروا الله والتاني الموت وأمرين لا تحكيون أولا إحسانك للناس وتاني إساءتهم إليك خمسة إضاعة الوقت أصعب من إضاعة الموت لأن الموت يقطعك عن الدنيا بس إضاعة الوقت يقطعك عن الله وعن الآخرة ستة إذا قلبك صار قاسي وما يخشع فلينه بالذكر وبالاستغفار والتوبة سبعة أعلم إذا كل الأبواب تسكرت بيوجك باب الله ما عم يتسكر اتماني اعلم أنه بين الصخر والصخر ينبت الله الزهر وبين العسر والعسر يجعل الله اليسر فلاتي أس تسعة يلي وهب نفسه للدنيا الدنيا والله ما رح تعطيه غير قطعة أرض صغيرة تندفن فيها بس يلي وهب نفسه لأله الله رح يعطيه جنة عرضها السماوات والأرض عشرة يمكن بالظلم تاخذ يلي بدك ياه بس بدعوة مظلوم يمكن تفقد كل يلي عندك ياه هذا والله أعلم سلامه هل لمس القطة ينقض الوضوء؟ لا هل النظر للحرام بدون إنزال ينقض الوضوء؟ لا هل بول الرضي على ثوب ينقض الوضوء؟ لا هل الغيبة والسب ينقض الوضوء؟ لا هذا والله أعلم معا من الذنوب كبائر وفي منهم صغائر الصغائر هن الدخان والأرقيلة لأنه ضرروا تضيع للمال البوسة أو الغمزة أو اللمسة لأمرأ أجنبية تعليق صورة بالبيت لأنه ما بتدخل الملائكة والنبي نهى عن هذا تفضح نفسك وتفضح حالك وتقول أنا عملت المعصية وتكشف سطر الله عليك المزاح المخلوط بالكذب والنظرة المحرمة سواء بالهاتف أو بالشارع واللباس الضيق يلي يجسم العورة ويظهرها تمني الشهوات والمحرمات ولما تصر على المعصية حث عميه ومعيه وم على المعصية تقول لفلان لا تتصدق أو قاطع أمك أو أبوك بذاءت اللسان الكلام الخبيث ضرر الناس وإذاءهم والتلذد بالكلام الحرام مع أمرأة أجنبية عنك والتكلم في خطبة الجمعة والحقد والحسد لما تحسد وتحقد من أخوك يلي الله أنعم عليه ومجالسة أصحاب الهوى وتستمع لكلام يلي فيه حرام خطبة أخوك المسلم عزم النية وعقد القلب لفعل الكبيرة ومن الكبائر الزيناء والربا والخمر والسحر والظلم والسرقة وعقوق الوالدين والقذف لما تتهم إنسان بالزيناء والمسبل للخيلاء طبعا للرجال وأكل مال اليتيم وترك الصلاة وإنقاص الميزان ويل للمطففين والتشبه بالنساء وقول الزور أو العكس وقتل النفس وانتساب إلى غير أبيه والرياء طبعا الكبائر الصغار كثير أنا أوردت فقط أمثله والله سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم هذا والله أعلم سلام عليكم يا جماعة الأمور يلي تكره في الصلاة أولا السرعة في الصلاة اتنين تغميض العينين ثلاثة الابتسامة يعني الضحك أربعة لباس ضيق جدا وعليه صور خمسة حركات زائدة في الصلاة مثل قرقعة الأصابق والالتفات وتحريك الرأس ستة مدافعة الأخبثين أو بوجود طعام سبعة رفع البصر للسماء اتماني التنكيز في نفس الصورة مثلا يقرأ في الركعة الأولى الآية رقم عشرة في الركعة الثانية يقرأ من نفس الصورة الآية رقم واحد تسعة وإنتي عم تصلي يمر حدا من قدامك وإنتي ما تمنعه عشرة كف الشعر والثوب في الصلاة والكفت هو ثني الثوب ظهرا لبطن أو بطن لظهر إداعش افتراش الذراعين في السجود إطناعش الصلاة في مكان فيه صور يلهوك عن الصلاة أو تلفزيون شغال أو ناس تحكي هذا والله أعلم سلام عليكم